تنظم الهيئة الوطنية للصحفة معرض صناعة بلدنا خلال الفترة من الثالث إلى الخامس مليو القادم وسوف يعكس المعرض ما شهده قطاع الصناعة من تفرة في عهد الرئيس السيسي جعلته قاطرة للتنمية الاقتصادية وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاقتماعي صناعة بلدنا هو عنوان المعرض الصناعي الأهم الذي سينطلق في يوليو المقبل في دورته الأولى برعاية رئيس الوزراء وبإشراف الهيئة الوطنية للصحافة والتي عقدت مؤتمرها الصحفي اليوم لعرض الترتيبات النهائية وتفاصيل المعرض الذي سيشهد مشاركة فعالة من مختلف المؤسسات والهيئات الاقتصادية والشركات الوطنية في مختلف المنتجات فكرة معرض صناعة بلدنا نشأة من الهيئة الوطنية للصحافة وبالفعل الفكرة دي جات ليه؟ لأن في خلال التمن سنوات السابقة احنا شايفين الدولة المصرية بتشتغل في محاور كثيرة جدا فاخترنا احنا محور مهم وهو محور الصناعة في طبعا محاور أخرى نشتغل عليها برضو في محاور الزراعة نشتغل عليها فاحنا قلنا نبدأ بالصناعة وبالفعل احنا قعدنا كلنا مع رؤساء مجلس الإدارات اللي هم المعنيين وعملنا لجنة عليا على أساس ان احنا نفكر عايزين ان احنا نشوف جميع الصناعات المصرية اللي هي في خلال التمن سنوات فاحنا عايزين احنا نلقى على ضوء وده دور مهم جدا للهيئة الوطنية للصحافة ولمؤسسات الصحفية المعرض الذي سينطلق في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة سيشهد مشاركة اكثر من سبعين شركة مختلفة من كبرى المؤسسات والقطاعات والشركات وهو ما يؤكد دور الهيئة الوطنية للصحافة في دعم الدولة ومصاندة انجازاتها في مختلف المجالات ويأتي تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة المعرض سيكون منصة سنوية متكاملة ويتزامن مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الصناعة في عهد الرئيس السيسي ويعكس ما شهدته السنوات الثماني الاخيرة من انجازات صناعية وانتاجية وما تحقق من طفرة جعلت الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة